وينضم إلينا من بلغازي سيد أحمد المهدوي البحث السياسي سيد أحمد أهلا بك على شاشة الغد كيف تقرأ هذه الدعوة وإلى أي مدى يعول عليها في الخروج من الأزمة السياسية الليبية اليوم تحياتي لك سيد صلاح تحياتي مشاهدي الغد نعم أعتقد بأن دعوة المجلس الرئاسي اليوم لمجلسين نواب والدولة لعقد جلسة في غدامس التي كانت من المقرر أن تعقد في وقت سابق وأجلت ولم نعلم كان هناك حتى رعاية من قبل المبعوث الأممي عبدالله بتيلي لهذه الجلسة ولكن أجلت أو أرجعت وهناك قاويل كثيرة منها أن سيدة بيبة منع عقد هذا الاجتماع لكن الدعوة الآن تتضح لنا بأن هناك ضغوطات على الرجلين هناك ضغوطات على السيد عقيلة صالح سواء كانت ضغوطات محلية أو حتى دولية وأيضا السيد قالد المشري من أجل التوافق على إجراء القاعدة الدستورية في اعتقادي بأن البعتة الأممية جلست مع جميع الأطراف السياسية في ليبيا ويتعلم تماما أن لا حل في ليبيا إلا بالدهاب إلى انتخابات والانتخابات تحتاج إلى سند قانوني للدهاب وهي القاعدة أو بشروع قانون الانتخابات قصة المحكمة الدستورية وما أتركه سيد أحمد إلى أي مدى؟ الكثير يتساءل هنا خلف هذه الدعوة أو ما سوف يتم إصدار عقب هذه الدعوة إلى أي مدى يمكن أن تتوصل الأطراف المشاركة في الوصول إلى تفاهمات بشأن قاعدة دستورية تفضي في نهاية المطاف لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية سيدي للأسف نحن هنا في ليبيا لا نعوّل كثيرا على هذه الجلسات لأننا سئمنا من مجلسي النواب والدولة ونعلم تماما بأن هناك حبل سري يربط ما بين مجلس النواب والدولة وهي المصلحة يعني هذا الحبل هو حبل وجودي وجود مجلس النواب من وجود مجلس الدولة ووجود مجلس الدولة من وجود مجلس النواب لذلك هناك مماطلة من قبل المجلسين من أجل إصدار القاعدة الدستورية الموضوع سهل جدا أستاذ صلاح ولا يحتاج لكل هذه التعقيدات يعني إذا كان هناك شيء معقد كان الأرجع أن نغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة ونذهب إلى قانون الذي جاء بمجلس النواب وهو مخرجات فبراير ومن قبل الإعلان الدستوري الذي جاء بالمؤتمر الوطني العام ومسمى حاليا مجلس الدولة لكن يتضح لنا من كثرة الجلسات التي عقدها مجلس النواب والدولة أن الحوار والحديث هو حوار مصالحي فقط يعني وجودي يعني سيد أحمد عقدت الكثير من الجلسات بالضبط عقدت الكثير من الجلسات وتم التوافق والتوصل إلى تفاهمات ما بين الأطراف المشاركة ولكن يبقى أو تبقى هنا المشكلة عند تطبيق ما تم التوافق عليه لماذا؟ كما قلت لك سيد سلاح هو لا رغبة لمن موجود الآن في السلطة أو عدم إيمانهم بفكرة التداول السلمي على السلطة لو نظرت إلى ليبيا ما بعد العام من 2011 ستجد نفس الأشخاص من العام من 2011 إلى اليوم هم موجودين في السلطة ولا يريدون تسليمها لذلك غياب الإرادة الوطنية لدى النخب السياسية الموجودة الآن في السلطة هي ما تضعف أي اتفاق سياسي أو أي توصل إلى تفاهمات يعني كما قلت لك الموضوع ليس بذا المشكلة الكبيرة لإصدار قانون انتخابي لا يقصي أحد يعني لا يهمش أحد لا يخون أحد لكن يبدو أن هناك ضغطات دولية وهنا نتكلم عن صيف الإسلام بشكل خاص هناك ضغطات يعني دولية أمريكية بريطانية وغيرها لا يرغبون لسيف الإسلام أن يكون في قائمة المترشحين للرئاسة لذلك ستكون هناك مماطلة للدهاب إلى أي قاعدة دستورية إلى أن يعلن سيف الإسلام رسميا تنحيه عن الترشح للرئاسة ستجد أن الأمور تذهب بسلاسة وأعتقد أن قد تذهب إلى انتخابات لكن في كل هذه الوقاعدة الموجودة على الأرض لا بوادر لوجود أي قاعدة دستورية تذهب بنا إلى انتخابات إذ لم يكن هناك إرادة محلية قبل أن تكون دولية لإجراء هذه الانتخابات نحن كنا نتكلم عن 24 ديسمبر 2021 دعبت ولم ندعب إلى انتخابات 22 أيضا نحن على نهايتها ولم ندعب إلى انتخابات نعم سيد أحمد الآن الأمور تطرع بنا إلى 2023 وأعتقد بأن الأمر سيكون صعوبة كبيرة في ظل هذا التعامل في ظل ما ذكرت وما تذكره سيد أحمد يعني إذا ما تحدثنا أن هذا اللقاء وهذه المبادرة انتهت بما لا ترجوها الأطراف المشاركة وعدم التوصل إلى أي تفاهمات برأيكم ما هي طبيعة هذه التدعيات التي سوف تنتج عن ما سيخلفه عدم التوصل لاتفاق من خلال هذه المبادرة أو ربما تعقد جولات أخرى وذلك لتقريب وجهة النظر في اعتقادي سيد صلاح إذا فعلا تعنت الموجودون الآن في السلطة ولم يذهبوا بنا إلى قاعدة دستورية وتغليب مصلحة وطنية على المصلحة الخاصة أعتقد بأن شبح الحرب قد يعود من جديد لأن الميليشيات الموجودة الآن في ليبيا لا همها لا قانون دولي ولا قانون إنساني وهي تخشى على مكاسبها التي حققتها ما بعد العام ل2011 وهي الآن يعني الوضع السياسي في ليبيا فرصة لها لنموها وتحقيق مكاسب لها أكثر فاعتقادي إذا وأيضا في ظل ارتهان حكومة الوحدة الوطنية وضعفها في العاصمة طرابلس وسيطرتها على المال فاعتقادي بأن هذه الميليشيات ستتغول على القرار السياسي في ليبيا ولن يكون هناك انتخابات سنكون في دولة تحكمها ميليشيات وقد ترى النموذج اللبناني يتحقق في ليبيا وهو ما يسعى إليه الكثيرون لن يكون هناك دولة مستقرة في ظل وجود سلاح منتشر وميليشيات السيد أحمد المهدوي الباحث السياسي كنت معنا من ملغازي شكرا جزيلا لك